يا صباح الخير على حضراتكم من جديد وأهلا بكم في فقرة جديدة وموضوع جديد بنعتقد أنه موضوع مهم جدا لأنه موضوع يتعلق بمشروعات للدولة بس مش من الناحية السكنية وتغيير المناطق غير الآمنة لسكانها وقاطنيها لا وإنما مشروع تنويري وطموح نتحدث هنا عن المشروع الوطني للقراءة شارك هذا المشروع في دورته الأولى 3.5 مليون قارئ من من؟ من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجماعات والمعلمين الحقيقة أنه كان فيه جوائز خصصة في الدورة الأولى وصلت قيمتها لـ 20 مليون جنيه وده كان من ضمن 50 مليون جنيه تم تخصصها لإقامة المشروع الوطني للقراءة بتستعد وزارة التعليم للدورة الثانية لهذا المشروع بتوجيهات لكل المدارس أنهم يسجلوا كل الطلاب وفي كل المراحل التعليمية على موقع المشروع ده غير طبعا أنه فيه إتاحة فرصة لرابط وجود رابط إلكتروني للمعلمين والإخصائيين اللي ممكن يبقى عندهم رغبة أنهم يسجلوا على موقع المشروع الوطني للقراءة في تفاصيل تانية كثير سنعرفها من خلال هذه الفقرة صحيح لما نتكلم عن فكرة الوعي وأهمية زيادة الوعي في المجتمع في المصدر الرئيسي والأساسي لزيادة الوعي والتفقيف في المجتمع والأولي أيضا هو القراءة الشخص القارئ والحريص على القراءة لا شك أنه عنده وعي أكثر ومعرفة وثقافة أكثر من ذلك الذي لا يقرأ على أي حالة نعرف أكثر عن المشروع الوطني للقراءة ويسعدنا أن يكون معنا الخبير التربوي الأستاذ محمد خليل موسى أستاذ محمد صباح الخير وأهلا بحضرتك في هذا الصباح الصباح الخير يا فندم أهلا بحاكي فندم أهلا بي في البداية عايزين صباحكم جميل وأهلا بني أحفظ بلدنا وأحفظ مصر يا رب أمين نبدأ مختصرة وشرح للمشروع الوطني للقراءة صحيح أنه لسه في دورته التانية لسه بننطلق نحو هذا المشروع ولكن مهم أن نعرف في البداية معنى هذا المشروع وفكرته وإيه هدافه هي المشروع بشكل عام بيهدف إلى زيادة الوعي نشر الوعي بشكل عام خاصة أننا في عصر العولمة العصر العولمة معناها إيه؟ أن العالم قرية صغيرة أن فيه تدخل للثقافات مع تدخل الثقافات ده ليه مزايا وعيوب برضو مزايا أننا نتعرف على الثقافات تانية ولازم نتعرف ويبقى فيه وعي ثقافي لدى الطالب المدرسي والجامعي على الثقافات الأخرى العبي الوحيد برضو أننا ممكن ثقافتي المحلية تتأثر فبالشكل دوت فكرة القراءة مش بس أننا بقى عندي وعي عن ثقافة الآخر الثقافة الغربية أو الأسيوية والنمور الأسيوية القادمة بقوة ولكن أيضا زيادة الوعي بثقافتنا إحنا وعشان كده المبادرة كلها بتقوم على أساس نشر فكرة الثقافة من زمان إحنا كان عندنا مشروع اسم القراءة للجميع دلوقتي عندنا المشروع القوم للقراءة الهدف منه بكل بساطة أن الطالب المدرسي والجامعي والمعلم نفسه وهم دولة أركان هامة جدا في نشر الوعي أن أنا أبدأ بالطالب المدرسة وحاول أن أنا أنشوله الوعي وخليه يرجع تاني لمنظومة القراءة في وسط حبه وانجزابه للتابلتس والأجهزة الحديثة والإنترنت واليوتيوب ويمكن فيه نقطة من خلال حضراتكم جميلة جدا في المشروع أنه ليه منصات سوشال ميديا برضو تواصل اجتماعي يعني معنى صح هو بيخاطب الناس برضو بالطريقة اللي الشباب حبيبها يعني المنصة دي ليها موقع إنترنت اللي هو The National Reading Program ده موقع رسمي ممكن المعلم يدخل يسجل أو القارئ الطالب نفسه والمعلم يأخذ يشوف دورات تدريبية إزاي يفهم البرنامج ده أكتر ليه صفحة على إنستجرام على الفيسبوك على يوتيوب فالفكرة كلها انتشار بالوسائل اللي الشباب حبينها طيب ده معناها إيه ده معناها أنه من خلاله هو الطالب وهو حتى على التابلت أو على الموبايل ممكن يحمل كتب ممكن يقرأ وده على فكرة يمكن يعني ماشي بشكل أو بشكل توازي مع منصة المعرفة بالتوازي مع فكرة الـ Egyptian Bank Egyptian Knowledge Bank أو بنك المعرفة المصري اللي موجود دلوقتي نعم فالفكرة كلها أنها اللي اتنين ماشيين مع بعض طب تمام أستاذ محمد قبل ما أعرف إيه هي القدرات اللي ممكن والمهارات اللي ممكن يكتسبها كل المشاركين في هذا المشروع خلينا أسأل حضرتك سؤال البعض بيعتقد أنه عندما نتحدث عن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤيتها لـ 2030 نحن نتحدث عن الأمور المتعلقة بالبيئة والتحول للأخضر وما إلى ذلك وفي حقيقة الأمر أنها استراتيجية متكملة إزاي نقدر نأهل أجيال عن طريق الثقافة عن طريق التنوير عن طريق تشجيعهم على حب القراءة وإعادة أهمية القراءة إلى أذهن مرة أخرى من خلال هذا المشروع تحضراً بقى إن شاء الله أو كنوع من التحضير لمواكبة هذه الاستراتيجية 2030 بص يا فندم متشكت جداً على السؤال ده عشان هو حالك يتمي على رؤية 2030 إحنا لازم نستعدلها من دلوقتي بتدريب الناس القائمة على فكرة التنوير يعني إحنا جميل جداً نعمل منظومة ونعمل ويب سايت ونعمل كتب ونعمل مشاريع لكن تعالي نرجع للجزور والأساس نفسه هل حضرتك وده سؤال يمكن لحضراتكم وكل أولياء الأمور هل أولياء الأمور برضو يعني ماشيين ومتفقين مع كل التغييرات اللي بتحصل دي أولياء الأمور محتاجين يعرفوا الهدف من ده إيه؟ ما فيش مشاكل لو إحنا دربنا بعض الممثلين لأولياء الأمور الإدارات التعليمية لازم تشجع إدارات التعليمية تشجع يعني إيه؟ تدي دورات تدريبية للمدرس تدي حوافز للمدرس عشان يبدأ الحملة وعملية الرقب التكنولوجي والتقدم اللي بيحصل من خلالها عملية التنوير إحنا عندنا الطالب مش لوحده بس الطالب مع أولياء الأمور مع المدرس مع الإدارات التعليمية عندي أربع ركائز مهمين في عملية التنوير ما ينفعش إن أنا يلا أبدأ حملة وأنا لسه قدامي فترة إن شاء الله غير لما أنا أشتغل على تدريب دولك وعلى فكرة خلي بالك ما حالك من حاجة لازم يحصل حوار مجتمعي برضو يعني لازم يكون فيه شفافية لازم الناس اللي هم أولياء الأمور خاصة المميز حالك عارفة الأمهات دول أكتر ناس قاعدين مع أولادهم الناس ديت لو فيه ممثلين فيهم يتكلموا مع الإدارات التعليمية ومع المدرسين ويطلعوا الفيدباك والآراء لكل القائمين على القرار وكل المنصات الاجتماعية الخاصة بالتنوير والثقافة ومشروع القومي لازم يحصل عملية التواصل عشان لو في الآخر أنا عندي رؤية مش وصل للناس تحت أخشى في الآخر الرؤية دي تتحول لنظرية مش تطبيق صحيح فأنا الهدف عندي دلوقتي إن أنا ممكن أعمل حملات تواقية رائعة ولكن الحقيقة والنتائج بتقول حاجة تانية حضرتك خلي بالك إن إحنا برضو يعني إحنا نتاج عشرات السنوات من فكر الحفظ والطلقيل صحيح بينما دلوقتي إحنا بنتكلم على فكر قراءة تنوير وفكر تحليلي وفكر إن إحنا نفهم مش نحفظ ده المبدأ المفروض نفهم مش نحفظ بالضبط يعني مثلا أنا أسابي المسال تعالوا نعمل كده هوت حاجة غريبة قوي العالم كله لو إحنا بقى بنتكلم بجد على رؤية وخاصة لمصر دلوقتي أصبحت مركز هام جدا للاستثمارات الدولية والشركات أجنبية بتيجي وحرك عندك في الصعيد دلوقتي شركات كوريا الجنوبية والتكنولوجيا بتفتع عندنا فالناس دي كلها هتحتاج شباب اللي هم خاصية معينة مش بس مثقفين ده عندهم القدرة على أو التحليل النقدي صحيح هي الفكرة يا أستاذ محمد التحول من العقل النمطي إلى العقل النقدي زي ما دايما الرئيس حتى عبدالفتاح السيسي دايما يتحدث في هذه النقطة التحديدة لو حضاك طرحت فكرة أو مصطلح التنوير وأظن مصطلح التنوير هو مصطلح معقد وليس مصطلح بسيط والمسؤول عنه مش فقط وزارة التربية والتعليم هي مسؤولية متكاملة مسؤولية مركبة بين وزارات وبين جهات مختلفة بما فيها المجتمع بما فيها الشخص حتى بما فيها الفرد لكن بداية والإعلام صحيح طبعا مؤسسات الإعلام المختلفة هي مسؤولية الإعلام ليه دور مهم جدا صحيح عن التنوير في المجتمع وحتى مصطلح التنوير فيه اختلاف على مفهومه على معناه على أي حال خلانا نعود مرة أخرى المشروع القومي للقراءة فيه وجتين نظر في هذا الموضوع يا أستاذ محمد بعض الناس بتذهب لأن إحنا كمجتمع مقلين في فكرة القراءة عندنا معدل القراءة في المجتمع أقل من دول متقدمة أو دول أوروبية أو غربية بشكل عام وربما دول عربية وفي بعض الناس بتقول لا إحنا حتى لو إحنا مقلين في قراءة الكتب الورقية لكن في بعض الناس بتذهب إلى الكتب البدئف الكتب الإلكترونية الحديثة مع صعوبة قياس معدل القراءة للمجتمعات هل نحن مجتمع مقل للقراءة ولا يعني مناسب معدل القراءة عندنا مناسب للمجتمع والله يا فندم إحنا مجتمع مقل خاص تماما طبعا إحنا مرة تانية المجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام بدأنا يعني أول آية نزلت في القرآن اقرأ ففي أمة اقرأ والثقافة العربية القراءة بشكل عام شبه قليلة جدا 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 لدرجة وده بسبب إيه بقى ده بسبب إن إحنا دلوقتي كتير جدا ده ما حقاك قلت من المؤسسات الاجتماعية محتاجة تساعد عن موضوع ده يعني مثلا على سبيل المثال وأنا طفل صغير من أربعين سنة وانت فاكني كان فيه برامج في التلفزيون كل حلقة تلخيص معلومة عن عالم عن كتاب كنت يقولك في آخر الحلقة لو عايز تعرف أكتر عنه أو قيمة لو عايز تعرف أكتر عن العالم ده خد الكتاب دوك تخيل إحنا عملنا البرامج دي في قنواتنا التعليمية الجديدة أو قنوات حضراتكو الجديدة ونقول البرامج دي كل حلقة بتتكلم مع سن بقى من سن قولة ابتدائي سنوي الجامعة عن علماء وشخصيات بارزة مش لازم يكون شخصيات توفت وماتت أو علماء بس لا ده ممكن يكون ناس أبطال حاليين ولو انت عايز تعرف أكتر شوف الرابط دوت والحلقة دي تنزل على يوتيوب فالطلب يتابع القناة دي وعلى فكرة القناة الخاصة بالمشروع القومي قناة ممتازة جدا وعليها عدد متابعين ومشاهدات عالية جدا يعني بمعنى صح احنا بنتحدث بلغة المجتمع العصر الحديث مش بنقولهم مثلا نروح اشتري الكتاب النقطة التانية والمهمة جدا طيب هل احنا مجتمع مقل طبعا لسبب واحد ان احنا انا كأستاذ جامعي الطلبة كتير جدا جدا نتيجة تربية أولياء الأمور ومش قصدي حاجة بس ولي الأمر هي في مشكلة هو بيقوله يا ابني هاتلي في الآخر درجة معينة فالطالب أصبح لا يقرأ ولا يوزاكي من أجل العلم والمعرفة والتنوير أصبح يوزاكي من أجل الشهادة طبعا الشهادة مهمة طبعا الشهادة مهمة والدرجة مهمة ولكن لب التعليم أصلا الثقافة فأنا خليت الطالب نفسيا في العقل الباطن يربط ما بين القراءة والنتاج المادي ايه هي الهدف الآخر أنا عايز حاجة معينة ملموسة طب تعالا نقرأ لا لا أنا ما حابش القراءة خاصة كمان إحنا عندنا يعني في طرق التربية ساعات فيه أسليب العقاب لأولئة الأمور لو الدرجات وحشة فأصبح في شكل يعني أو بالشكل لا شعوري ألاقي نفسي أنا كواحد طالب ربط ما بين التعليم والألم التعليم والدرجات طب فين الكتاب الكتاب أو ما بيخلص أنا برميه طب عشان كده احنا محتاجين إعادة تدريب وتفكير صحيح طب أستاذ محمد بالحديث عن الرابط ما بين ما نقرأه وما نستوعبه وما بين مجموعة كبيرة من القيم وما أريد من صفات جميلة حتى أن يستوعبها أبنائنا ونشكل المجتمع من زوايا ثقافية مستنيرة مختلفة مرة أخرى خليني أسأل حضرتك سؤال تحديدا عن القيم المتعلقة بالوطنية والإنسانية يعني إحنا في ظل طبعا الوطن في ظل تحديات كبيرة جدا وعشنا سنوات طويلة في ظل تحديات والكثير من الأعداء في الداخل والخارج وحتى محاولات لزرعة أفكار غريبة على مجتمعاتنا المتسمحة دات الحضارة إزاي نقدر نشجع ولادنا عن طريق الرابط دا الرابط دا يكون إزاي لما نكون عايزين نعيد تشكيل منظومة ثقافية من أول وجديد بالقيم الإنسانية والوطنية دي يا فندم بصي يا فندم أو قبل أي حاجة بفكرة الأعداء هي فكرة أن العدو موجود أصلا في كل جهاز عند الطفل أو عند الطالب فكرة بس أفكار غريبة عن ثقافتنا موجودة حتى في أبسط الألعاب الإلكترونية مش عايز ددي أسامي معينة بس في أفكار كلها غريبة بتدخل عند الطالب أطفل ابتدائي في سن مراقب يجب في الآخر طلع بشكل غريب الحل الوحيد لازم وعي من الإعلام نفسه نشر وعي من موضوع دوت ورقم اتنين مرة تانية بنقول لازم تبسيط الموضوع للطلاب مش لازم عقده يعني أنا دلوقتي عايز أشجعه معودش أقوله يا ريت لو سمحت تروح اقرأ الكتاب ده اللي هو 300 صفحة هو أصلا لا يقرأ صفحتين أنا كده هصعب علي سناخد الأمور بشكل بالظبط كده نعمل الموضوع بشكل تدريجي إزاي إن أنا زي ما قلت لحضرتك في حاجة كده اسمها إيه عصير الكتب ملخصات كتب فيديوهات جميلة صحيح وأهلاك جدعان يعني أهو والنوبة وأصوان ما هو ده كنا نصر وعي وثقافة عيق بس بقى الفرق إيه بقى إن أنا بعد ما دينوا الأفكار ده كلها بشكل إعلامي بشكل جميل بشكل على فكرة الكتب المدرسية دلوقتي بقى فيها بار كود بار كود يعني إيه؟ يعني أنا ممكن وليه الأمر أو وليه الأمر يفتح الكاميرا البار كود يدخله كده هو على ملخص إعلامي سريع دعاية للكتاب أعمل سكان بالظب فالفكرة كلها إن الطالب الحديث والشاب الحديث هو كله عنده نوع من أنواع الزكاء اسمه لكن يا أستاذ محمد الزكاء البصري السمعي أخدوا واحدة واحدة هل تتفق إن فيه تشكالية عندنا في مجتمعاتنا العربية في خطاب الطفل؟ مش بس من ناحية الإعلامية حتى من ناحية الثقافية والتربوية الموضوع ده بقى طبعا موضوع كبير جدا إحنا عندنا محتاجين شوية تدريب أكتر في طرق التربية للأطفال يعني هيا الفكرة كلها إن إحنا دلوقتي أصبحنا ما بين في عكسين عكس بعض نواحي عكس بعض فيه وليه أمر جديد بقى فاهم وواعي قوي لفكرة تربية الطفل وحرية الفكر فالدالو حرية أكتر من اللازم لدرجة إن كتير جدا من طلاب بعض المدارس الدولية وبعض المدارس الأجنبية ألاقي الولد ما بيتكلمش عربي يعني كنت أنا يا أستاذ محمد من ناحية الثقافية من ناحية الثقافية من ناحية الكتب الموجهة للطفل والقصة الموجهة للطفل أو حتى الأفلام الكرتونية وخلافه لا أدب الطفل مقلي جدا من عندنا أدب الطفل وعلى فكرة كان فيه مبادرة في الدولة الشقيقة في الإمارات وفي دبي لأدب الطفل والفكرة إحنا عندين مبادرات زي ديها فين الكرتون الطفل فين مبادرات قصة الطفل على فكرة فيه أدباء كتير عندنا فيه أدباء شباب طب الأجمل من كده إن إحنا ممكن ننشر زي ما إحنا كنا بنعمل زمان في مجلات زي كابتن ماجد وكابتن سامير كلام ده كله مجلات أو كلها كل حاجات المنشورة بنجيب قصة الطفل نفسه كاتبها فالطفل يبقى شايف زميله بيكتب والحاجة بتاعته بتتنشر طب نعمل ده إزاي في الشكل الحديث إن إحنا نعمل منصات التواصل اجتماعي للأطفال وأدبهم على الفيسبوك على انستجرام على يوتيوب ونحط القصص بتاعتهم ونطلب من الناس تتفاعل عليها أو نخلي الطفل يحكي قصة في فيديو ويرفعه على قناة يوتيوب قصة بالمشروع القومي طبعاً هيكون أفضل طيب اسمح لنا أستاذ محمد بحديث وموضوعنا بالأساس عن المشروع الوطني والقومي للقراءة عايز أسأل حضرتك إيه توقعاتك عن نتائج هذا المشروع يعني لو استمر بهذا الإقبال اللي موجود فيه سواء من الطلبة سواء من الشباب سواء من المعلمين حتى نفسهم إحنا ممكن نوصل لإيه؟ ممكن يودينا لفين خصوصاً إنه زي ما بدأنا الكلام في البداية إحنا طبعاً والعالم كله بس تحديداً في مصر عندنا أزمة قراءة معترفين بيه بالضبط بوس يا فندم طبعاً بإذن الله إن شاء الله لو إدنا أن نحن نواجه التحديات ونسير عكس الطيار بقى إن الطيار بيقولك مش عايزين قراءة لو إحنا مشينا صح وكملنا في المسيرة طبعاً أعداد القراءة هتزيد أكتر الشباب حيتحول فكرهم من مجرد مذاكرة من أجل الحفظ للقراءة والمعرفة العامة الأهم من كده هو إن المعلم نفسه حيكتشف إن المدرس محتاج مش بس تدريب محتاج ثقافة أكتر عشان يواكب ويتماشى مع الطلبة الجيل الجديد ولكن الكلام ده كله مش هيحصل غير ما يكون فيه حافز معناوي ومادي للمدرس وللطالب إن أنا في الآخر كمدرس مدرس والطالب يعني أنا معنى أصح أنا كمدرس باخد شهاد التأدير باخد مبلغ مادي بيساعدني بيتعملي تدريب مجاناً بيطلعوني في المنصات إن أنا المعلم المثقف وفي نفس الوقت عندنا فيه أنواع من القراءات وعفكرة والجوائز الموجودة زي القارئ الماسي عايزين أيضاً نفسر المشاهدين أستاذ محمد والطالب المثقف هي مسابقة أو هو مشروع قومي وطني للقراءة ودخله أيضاً دخل هذا المشروع حوافز مادية ومعنوية للطلاب والمدرسين والمشتركين عايزين برضو نقول لأستاذ المشاهدين إيه هي الحوافز إيه هي الحوافز المادية تحديداً يمكن نشجع الناس يعني أنها تحاول تدخل تحت مضلة هذا المشروع في مبلغ مادية مذكورة أتمنى الناس تدخل النهاردة على الموقع اللي هو يريد حركة تكتبوها على الشاشة اللي هو ناشنال ريالين بروجرام أو المشروع القومي للقراءة دوت كوم وحيدخل جوه حيلاي مبالغ مادية وفيه قصص نجاح للطالب وفيه على فكرة فيه قصة نجاح لمدرس عملها كمعلم المثقف إزاي الطالب الماسي بياخد شهادة تكريم وبنعمله فيديوهات ليه هو في كل منصات سوشا ميديا إزاي هو قرأ وإزاي إن فيه مبلغ مالي معين بيعطى لكل طالب ليه؟ عشان في الآخر نحس إن فيه حوافز والأهم من كل دوت إن ده بيتعمل له حاجة أهمة جدا وهي self-achievement أو حس إن أنا حققت حاجة ذاتيا حالك ما تعرفوش إحساس النجاح لطالب في الطفل في الهددية أو عددية أو سنة وإنه فرق معايا إنه الجزء الزيادة اللي أنا أريته ده حيفرق معايا في شخصيتي حيوسع مدركي حتى في الحياة وأنا نفسي بحاجة تانية يعني أنا أضيف للبرنامج ده بقى إن القنوات الإعلامية تستضيف الأبطال اللي كسبوا ويتكلموا عن قصصهم وحضايك بتحدث حاليا إحنا بنشوف فالولد يحس إن هو أسر بنشوف الفائزين في الدورة الأولى في هذه المسابقة أو في المشروع القومي للقراءة وإحنا طبعا بنحييهم على الموقع الرسمي إحنا دلوقتي بنشوف على الشاشة وعلى قناة يوتيوب حركة تلاقي وإحنا طبعا بنحييهم ونبرك لهم وبنتمنى مزيد من الأطفال وطلاب والشباب الحرص على القراءة والمشاركة في هذا المشروع هل هذا المشروع يا أستاذ محمد بيستهدف فقط ويكون مقتصر على طلبة المدارس ولا ممكن من الخارجين أيضا لا الجامعات برضو فيه جامعات بعد كده بإذن الله إن شاء الله الطلاب عموما لكن خارج الطلاب مش متاح خارج الطلاب والمعلمين والمعلمين طبعا هو الطلاب والمعلمين بالزبط الطلاب والمعلمين لو حضرتك بقى بعد كده هو تممكن نعمل مبادرة جديدة كراءة بقى مجتمعية بشكل عام إن ممكن القار اللي يقدر يلخص أكبر عدد كتب بيعملوا بشكل شيق جميل يبقى عملنا إمبوت وكسب جايزة يعني هو عملنا داخل معرفي للقناة وهو أكسب جايزة يعني ليه لأ من خلال حضراتكم يبقاش فيه فكرة دي بالظبط إن أنا فيه كتير جدا من القراء من صعيد مصر وريف مصر وسكندرية لكل المجتمع ما يشاركش الكلام ده كله وأكبر حد بيقدر كل فترة والتانية يقول لنا أنا قريت عدد الكتب دي وممكن أدخل فيه مسابقة وأقدم لك ما يثبت بشكل مستند إن أنا قريت وكل ده أعتقد ده حيعمل إضافة مجتمعية بشكل عام وحنستفيد بالداخل دوات للشباب الصغير نعم يا فن إيه المجالات المفتوحة للقراءة يعني يكون فيه مشروع قومي للقراءة ولما يكون فيه جوائز قيمة بهذا الشكل إيه المجالات اللي قدامنا هل مجالات علوم مختلفة هل أدب هل مناهج دراسية مناهج في الدراسة نفسها إيه المجالات المتاحة يا فندم المجالات كلها مفتوحة المجالات كلها مفتوحة المجالات كلها مفتوحة بس خاصة أن التركيز الفترة طبعا على العلوم بشكل عام خاصة أن الفترة الجاية كلها مركزة على فكرة القراءة لسوق العمل ودي نقطة هامة جدا حالك لازم نحفز الضلاب فيها إن أنت لما تقرأ أكتر في مجالات زي مثلا الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة دلوقت إحنا بنتكلم على أفكار جديدة خاصة بالسيارات الكهربائية والحاجات دي كلها وإنتاج مصر من سيارات الكهربائية جديدا بالضبط كده وخاصة كمان التعليم فني داخل جزء من المنظومة فكل دوت بيشجع على حاجتين حالك بقى بص الأبعاد كده نحن نبدأ نشجع أوليها الأمور إن ليه لأ ما يفكرش بدل السنوية العامة السنوي الفني تجاري السنوي الصناعي بشكل عام ليه؟ عشان الماركت أو السوق العمل بيتطلب دلوقتي مهارات مش بس أدبية طبعا ومعرفية ولكن علمية تكنولوجية وده المهم جدا إن إحنا كأوليها أمور وكمدارسين وكطالب يكون عندنا وعي بمتطلبات سوق العمل وتطلبات سوق العمل مش بس شهادات قراءة أكتر معرفة أكتر ما وراء المنهج اللي هم نسميه أكستر كيريكولم أكتبت المعايير اللي بيتم اختيار بها الفائز في هذا المشروع أو في هذه المسابقة يعني هل مجرد قراءة الكتاب ومطلعت الكتاب أو عدد معين من الكتب اللي بيحقق نسبة معينة أو معدل أكبر هو ده الفائز ولا بيتم قياسه بطرق مختلفة بص يا فندم احنا أهم حاجة لقياس فهم الطالب بنرجع لنظرية بلوم ستاكسونمي أو نظرية بلوم في المعرفة أنا ميهمنيش الطالب يكون حافظ الكتاب هو يعلم ويدرس الكتاب ويفهمه ويستطيع أن يطبقه يعني احنا ما بنناقش الكتاب مع حد الكتاب ده مين هو الكاتب فهمت منه إيه ممكن يطبقه إزاي لبلدنا إزاي إحنا ممكن تطبقه إنت الحياتك الشخصية إيه الدروس المستفادة بيه إيه الدرس اللي أنت ممكن تطبقه زي علوم الإدارة المختلفة مثلا إدارة الغضب إدارة الوقت إدارة العلاقات دي كلها بتفيدك في المجتمع وتفيدك بشكل شخصي في حياتك أهو فإحنا هنا مش فقط بنقيس مجرد حفظ لا ده حفظ وفهم وتحليل وتطبيق طبعا وبعد كده هوت فيه عندنا جزء اسمه الإبداع اللي هو طب إنت فكرت تألف قصة مبنية أو بنتاخدة من قصة هنا فكرت تعمل اختراع أو فكرت بحاجة تخيل حضرتك إحنا عندنا ما شو الله نوابخ وكثير من شبابنا ما شو الله واعد والدليل على كلمة بيطلعوا بره بينجحوا لكن يا سيد محمد هل الطريقة دي تتحول إلى الكتب الخارج المنهج تتحول لكتب منهجية أو كتب مذاكرة يعني لما تقول الطالب أن أنت هتذاكر الكتاب ومش بالضرورة تحفظه لكن تفهمه وهيتلسئل عليه هو حضرتك الكتب الحديثة اللي موجودة حاليا فيها تحديات طبعا لازم نتكلم فيها وبعض أوليها الأمور بيشتكوا كتير جدا من بعض التحديات الموجودة وأوليها الأمور كتير بيشتكوا عشان محتاجين تدريب كفاية وعشان هم أوليها الأمور ما تعرضوش للكتب الجديدة في المناهج بصراحة والمدرس نفسه محتاج يتضرب صحة على الكتب الحديثة ليه؟ عشان حضرتك الكتب الحديثة ما بقتش مملة لكن مبنية على حاجة اسمها critical thinking أو التحليل الفكتور يا يا سيد محمد فكرة المذاكرة نفسها هي المملة بشكل عام فكرة المذاكرة نفسها هي المملة طبعا مناهج دراسية أو حتى كتب هتدخل فيها المسابقة فالاختلاف بين الكتب بين هذه المسابقة عشان تجدام قراءة حرة دي اسمها قراءة حرة دي القراءة الحرة اللي هو خارج المنهج ولكن المعلومة خطيرة جدا جدا أن في الاختبارات الفترة القادمة كلها قائمة على القراءات الحرة يعني أنا ممكن أمسك شخصية في التاريخ وأقول له لو أنت كنت مكانك وكنت عملت إيه فأنا بستند على قراءات تانية في علم النفس في التاريخ في الإدارة الطالب دلوقتي لو ما عندوش معرفة كلية بتداخل العلوم أو integrated knowledge and sciences هيبقى مشكلة كبيرة جدا عشان كده هو وهل ده تحدي بحقيقة تحدي وأنا ربنا يكون فعون أولياء الأمور والمدرسين بس عشان كده إحنا بشكل عام كلنا كمجتمع لازم نساعدهم لازم نساعدهم عشان نغير الوعي من منهج نعم يا ريت ربنا يوفر الخبير التربوي محمد خليل لموسى بنشكر حضرتك يا فندم جزيلة شكرا كنت معنا متحدثا عن المشروع القومي للقراءة